في سؤال هنا من احد الشباب بيقول ازاي ابونا اعرف ان طريق الجهات بتاعي اللي انا ماشي فيه صح وما فوش حاجة غلط لان الشيطان بيحاربني وبيقول لي مهما عملت مش هتعرف توصل للسام طبعا الكتاب المقدس بيكلم على انه الشخص لن يكلل ما لم يجاهد قانونية ويمكن احنا نهاردة بنعمة ربنا في موضوعنا اللي هنتكلم فيه في الاجتماع عنوانه كده كيف اتوب ولو ان واحد يقول لك احنا يا ما سمعنا انا معاك يا ما سمعنا بس عايزين نشوف يا ترى بنتوب ازاي ايه ادوات التوبة بتاعتنا نمشي ازاي بطريقة قانونية طريقة قانونية يعني اولا يبقى معنا اسلحة روحية يعني لما بقول انا هبطل خطية من غير ما صلي انا بتحك على نفسي لما اقول انا دماغي دي هتبقى نقية وقلبي نقي بدون مقرأة كتاب المقدس انا بخدر ضميري لما اقول انا هزبك في المسيح بدون ما تناول انا بضيع وقت فيه هنا ادوات واسلحة ربنا ادهلنا من كتاب المقدس والكليسة بتأكدها علينا من وحنا صغيرين لانه محارباتنا ليست مع دم ولحم احنا بنتحارب من رئيس ملائكة سقط زي ما ذكر اشعير 14 وحسقال 28 انه رئيس الشياطين ده كان في يوم الايام له وضع وكان رئيس ملائكة من رؤساء العظماء لكن كبرياءه ربنا يرحمنا وقعوا وخلاه يبقى رئيس الشياطين ولانه هو مرعب ومتعب وخبيس وكل اللي عايز تقوله اقوله احنا محتاجين اسلحة وهي الصلاة كتاب المقدس القداس التناول ويتم ممارسة الاسرار دي بجدية حاجة تانية ان انا مع اب اعترافي بقى اقرب خطايايا وبتكلم معاه في طرق العلاج باخد الارشاد يعني لما نشوف مثلا الانبى موسى الاسود في بداية توبته انه راح لاب اعترافه اللي هو القصة ايسيزورس وكان بياخد منه ارشاد وياخد منه نظام للعلاقة بربنا الحقيقة لما بمسك في ربنا من خلال الاسلحة الروحية صلاة كتاب مقدس قداس تناول اعتراف وبعدين باخد ارشاد في الاعتراف اتدرب ازاي في الموقف ده الخطيئة الفلانية دي اهرب منها ازاي انا كده بحاول يا ابونا ولا مكسل ومكبر دماغي لما امشي في السكة دي بنعمة ربنا ينطبق قول الكتاب من يزبر الى المنتهى فهذا ايه هذا يخرص لانه الحقيقة التغيير عمل الهي والتغيير عايز وقت لكن انا عايز اواري ربنا ان انا عايز اتغير وعايز اواري ربنا انا عايز اعيش معاه وبالتالي بحط نفسي في الجو الروحي في الجهاد القانوني الجهاد القانوني ده علاقة خاصة مع الله ارشاد وتدريب روحية بامشي عليها عشان نعمة ربنا تسندني واشوف عمل الله اللي قادر ان يغير وربنا دايما يطمننا عشان الشيطان دايما زي ما في سؤالك كده بيأسني الشيطان بيقول مفيش فايد وكتاب يقول ايه استطيع كل شيء في المسيح الذي يقوين الشيطان بيقول مش هيقدر يعملك حاج والكتاب يقول ايه القادر ان يفعل اكثر جدا مما نطلب او نفتكر والقادر ان يخلص الى التمام عشان كده لما تيجي افكار احباط ويأس دي من ضمن الحاجات اللي بتعطى للجهاد القانوني اللي قال عنه كتاب المقدس انه لن يكلل ما لم يجاهد قانونيا يعني جهاد قانوني يعني صالة وكتاب مقدس يعني ارشاد يعني جدية يعني عدم فقدان رجاء وطرد احساس اليأس بكل الوعود اللي ربنا قالها في الكتاب المقدس من خطياكم لا اعود اذكرها يقول الرب ارجعوا الي ارجع اليكم توبوا فاعود لكم السنين التي اكلها الجرات لو انا متمسك بوعود ربنا وماشي في السكة بالطريقة اللي اتفقنا عليها بنعمة ربنا من يزبر الى المنتهى فهذا يخلص ترجمة نانسي قنقر